كرزو اثنين قم صرخ إلى إلهك يا لروعة الفكر المستنير الذي لهؤلاء الملاحين الأطقياء فلم يقولوا له قم صرخ إلى إلهنا فليس لديهم أي وقت أبدا الآن لكي يجاملوا الآلهة أو يجملوا صور المعبودات إن الوقت مقصر جدا وأهم ما يرونه الآن هو النجاة والخلاص فلا داعي للتعصب للآلهة وماذا يفيدهم من الآلهة إن كانت لا تملك أن تفعل لهم كل هذا وهل يموتهم لكي تحيى الآلهة وإن كانت لا تقدر الآلهة أن تعطيهم حياة فهي مائتة إذن فهي ليست آلهة فلا داعي أبدا أن يموتهم لكي تحيى أصناما أظن كل هذا كان وراء قصدهم من عبارة قم صرخ إلى إلهك وكأنهم يقولون له يا سيدي يونان ألا ترى معنى أنه قد جاء الوقت وقت الصراخ وإن لم يكن الآن يا سيدي فمتى ينبغي لنا أن نصرخ إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم قم إذن يا سيدي إن صوت الرب في الرياح صوت الرب في النوء الشديد إن الله يأتي لكل إنسان ويتعامل مع كل أحد بالطريقة التي يراها تتناسب معه وفي النهاية هو يعرف تماما كيف يرجعه لعل الله قد سمح في القديم أن يتكلم بني لابان على يعقوب لقد قالوا أخذ يعقوب كل ما كان لأبينا وتغير أيضا وجه لابان وأصبح ليس كأمس وأول من أمس هل لكي يشعر يعقوب بالغربة ويتذكر أنه ليس من هذه الأرض ويعرف أيضا أنه لا بد له أن يرجع إلى كنعان وإلى إصحاق أبيه وهكذا فعل ولم يتوانا قط قم صرخ إلى إلهك ربما قد سمح الله أيضا لقرية الغربة وبلاد التيه بالجوع والعوز والحاجة كي يستيقظ الإبن البعيد ويأخذ لنفسه درسا ومن التجربة يتعلم وفعلا قد وضع مقارنة صحيحة في عدة كلمات قليلة بينما كان عليه في بيت أبيه من شبع وراحة وما وصل إليه الحال في بلاد الغربة وأرض الشقاء من جوع وعريه وقال عبارته القوية الآن أقوم وأذهب إلى أبيه يهيأ لي أنه كان يصرخ في طريق العودة إرجعوا إرجعوا إلى بيت الآب أيها الغرباء حيث أن الكرة البعيدة لا تصلح لسكن أبناء المسيح ولا تحمل لهم سوى أدوات الموت إرجعوا إن طعام القنازير لم تهضمه المعدة المخصصة لخبز الحياة والتي اعتادت أن تأكل طعام الحياة الأبدية والدهر الآتي إرجعوا إن معالم الطريق لبيت الآب للآن ما زالت ممهدة وواضحة إننا لا نعلم أبدا ماذا يحمل لنا الغد إن تكاسلنا ولم نرجع الآن وبسرعة قم صرخ إلى إلهك وهذا راهب من بستان القلمون ودير الأنبى صموئيل رأيته يصرخ ويصرخ كثيراً ولا يكف عن الصلاة حتى يكمل قانون هجوحي كله وتدبير يومه المقدس أي أنه كان يصلي صلوات الأجبية من صلاة باكر حتى نصف الليل دفعة واحدة وحينما سألته لماذا هذا الكم من المزامير في وقت واحد ولماذا لا تصلي كل ساعة في أوانها حيث أنك مريض وما تقوم به من أعمال يتناسب مع ذلك فأجاب قائلاً كثيراً ما يفاجئني ألم المرض إنه لا يحتمل أبداً فأستغل الوقت إنني أقدر على احتمال الألم أحياناً فأفعل ذلك وأصلي جميع المزامير هذا الراهب كان يعاني من دوالب المريء وتلايف النشط بالكبد وأمراض أخرى فعلاً قد تنيح على أثر ذلك وعمره لا يتجاوز خمسة وعشرون عاماً وها قد رأينا الراهب المريض يصرق نفسه من جسده العليل ويصرق كي يتقدس اليوم وحتى لا يفوت عليه عدو الخير لذة الصلاة عندما يشتد عليه المرض لقد رأيته في أشد أوقات مرضه لا يكوف عن العمل اليدوي أبداً حيث أنه كان يعمل على مكينة لتغليف صور القديسين وحينما بادرته بأن صحته لا تحتمل شيئاً من هذا فأجاب قائلاً إنني أعمل بثمن الخبز التي أكلها حتى لا أشكل عبءاً على أحد ولا أكون ثقلاً على الدير قم صرخ إلى إلهك بصدق من لا يصرخ الآن سوف لا يستطيع أن يصرخ أبداً لماذا؟ لأنك لم تصرخ وقت القدرة والقوة والمعرفة فهل حينما يموت كل هذا ستصرخ؟ وكيف هذا؟ وماذا أيضاً عن قول الكتاب أذكر خالقك في أيام شبابك وها قد تمكن الضعف منك جداً وصرت سقيماً كلك وماذا سيفعل المريض بعد؟ قم صرخ الآن وتأسف على الأيام التي كنت فيها نائماً في قاع السفينة هارباً وعاصياً وخاطئاً قم صرخ الآن كي يفرح ملاكك الحارس ويعود لعمله معك بعد أجازة حزن وعطلة إجبارية لأن ملاك الله يحل حول خائفيه وينجيهم قم صرخ إلى إلهك كي يتقدس البيت والأسرة حيث أنك القائد والرأس والمدبر والمسؤول ولكي تكون أهلاً لكل ذلك لا بد أن تفعل هذا قم صرخ إلى إلهك معتذراً عن أيام الطيش وسن الحناقة وانزع الحرام من وسطك يا إسرائيل كي تثبت أمام أعدائك وتنتصر قم صرخ إلى إلهك حتى حينما يأتي الملاك المكلف بأخذك إلى السماء يجدك هكذا تصرخ فيضعك في مكان يتناسب مع الوضع الذي رأك عليه وأخذك منه فتسبح مع الملائكة إلى الأبد قم صرخ إلى إلهك لأن الوقت مقبول مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة الأم حنينة راهبة إبارشية نقادة وقوس المشهورة والمحبوبة صاحبة السيرة العطرة والحياة الفاضلة كانت أثناء قيامها لتصلي تصنع مطنيات كثيرة وسجود بلا عدد وتقول إنني أصرخ الآن طالما في صحة إنني لا أعلم ماذا يحمل لي الغد ويوم باكر وسوف تأتي أيام لا أستطيع أن أنحني فيها أمام الله نظراً لوهن الجسد إنني أزرع الآن بكثرة ودموع لكي أجد طعاماً في زمن الجوع لأن الإنسان في الكبر يلهج في المخزون القديم ويكتر في خزين الصبا وحصاد السنين إننا نسجد الآن وكل حين وعلى الدوام لألا نندم كثيراً إننا لم نفعل ذلك قم أصرخ إلى إلهك لقد رأيتها تسرع في شوارع أوروشاليم وتلهس ولم تنظر أبداً إلى الوراء أو من حيث أتت فلم يمهلها الوقت أن تفعل ذلك أبداً إنها ساعات مقدسة نعم من يبكرون إلي يجدونني كان كل مشتهاها وسؤل قلبها أن تجده هناك حيث أنه في بيت الفريسي يجلس نعم حينما سألت قالوا لها ذلك إنه هناك فهل في خاطئة جداً وهو قريب أيضاً فلا يتبقى إلا الذهاب إليه وهكذا فعلت دون تراخن لقد قامت مسرعة ولم تصدق أنها قد تغلبت على كل شيء معطلات الذهاب ومعوقات اللقاء حيث إنها معروفة في المدينة إنها خاطئة ولم تصدق أبداً أنها واقفة من وراءه عند قدميه فبكت وكثرت نفسها وكثرت طيبها لقد انكثرت بالكلية وانسكبت الدموع تكتب وتسطر عن حياة كانت مائتة وحينما تقابلت الحياة مع الموت نزع شوكته وها قد خرجت مسرعة ذاهبة بسلام طاهرة تائبة خالية من كل خطية بدم المسيح تضحك والدموع في عينيها وتهمس بكلام غير واضح وحديث غير مفهوم وعندما أرهفت السمع وجدتها تصرخ الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضياً عن أزمنة الجهل ترجمة نانسي قنقر